بانوراما قلعة الكرك حيث مكان تنفيذ مشروع رايزيس وهو مشروع معني بإجراء تقييم لاحتياجات مجتمع محافظة الكرك وبعد عدد من الجلسات وتحديد الاحتياجات المدنية سيذهب المشروع إلى تدريب 400 شاب وشابة للعمل على تنفيذ التوصيات على أرض الواقع نتابع وهذا المشروع يهدف إلى تمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب بالذات بالتركيز على مهارات المشاركة المدنية بأساليب مختلفة منها التكنولوجيا ومنها الابتكار كمان احنا اليوم كنا موجودين بتقييم الاحتياجات طبعا بالشراكة مع عدد من ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص في محافظة الكرك اليوم الشباب قدموا عبارة عن أبحاث ودراسات لمجموعة من المشاكل والتحديات التي يواجهوها في منطقتهم وكمان بنفس الوقت قدموا اقتراحات الموجودين داخل الجلسة لتلبية هذه الاحتياجات وتمكن أيضا من ابتكار مشاريع ريادية كمان ابتكار مبادرات شبابية بقيادة الشباب من شأنها انه تحد من هذه التحديات وتخلق فرص ان اكثر ما يقارب من شهر ونص بنعمل على دراسة تقييم احتياجات المجتمع في محافظة الكرك مرينا في عدة مراحل منها هي توزيع الاستبانات والفوكس جروب وحاليا احنا في المراحل الأخيرة من الاستبانة هي الجلسات الاستماع مع أصحاب القرار ومع الأشخاص المؤثرين في عدة قطاعات طلع معنا نتائج وكانت نتائج الاستبانات في القطاعات اهمها القطاع التعليمي والقطاع الصحي والقطاع التطور التكنولوجي وحاليا احنا اليوم في المرحلة الأخيرة مع أصحاب المختصين في عدة مجالات حتى نطلع في توصيات نتائجها انه تفيدنا في نهاية التقرير احنا مطلوب منا في المشروع تدريب ما يقارب 400 شاب وشابة من محافظة الكرك حتى نطلع في مبادرات شبابية تسد الاحتياجات الاكثر الحاحن في مجتمع الكرك